ولكن بقى بما اننا حطينا قاعدة وتكلمنا في حالة امبي وتكلمنا في حالة سيروميكا كمان النادي الاهلي احنا بجد بقى ما بنحبش يكون علينا حاجة وما بنحب ازاي ما بنسيبش حقنا في المباريات كمان ما بنحبش حد يكون مدين وده تحكميا واضح وصريح وكان منهجنا طول الموسم اللي فات لقطة اختلف عليها البعض في مباراة المقولين فيما يخص تسلل هدف المقاولون وكان لنا حالات اخرى فيها تنصفنا وتؤكد ان النادي الاهلي لم يجامل مطلقا خلال الست جوالات وانه حصل على 18 نقطة مستحقة من 18 نقطة مستحقة نطلع ونشوف تحكميا كيف كانت مباراة الاهلي والمقاولون انا مع التسلم قولي ليه اديك اسبابي اللاعب بتاع المقاولين الاصفر ودي لاعب ايمن عشر خلاص النهاردة ركبته فين على خط الأحمر ركبة مين ركبة ايمن عشر خلينينا بس امشي معا انا ما اتكلمتش انا خواس بس امشي معا يعني ركبته على الخط كده بازبوط او مش بازبوط النهاردة ميكانيكيا لو النهاردة انا ركبتي كده وملت بجسمي جسمي هيتقدم عن رجلة ايه جز صح مش كده تعال بقى لاعب المقاولين لاعب المقاولين رجله بعد الخط الأحمر ومتقدمة وجسمه مايل يبقى مين اللي مسابق اللي قبل الخط مايل ولا لبعض الخط مايل انا مع التسلل وقرار قرار تسلل والغاء الهدف انا شايفه قرار صحي انا مش شايفها انها هدف سليم بس هنعمل بندنج هنعمل يعني ايقاف مؤقت ليه زي الكلمة اللي نقعدها في بداية البرنامج ان فيه نمى الى علمي ان فيه خطوط تانية ما ظهرتش عاوزين نشوف بقى الخطوط المظهرتش وهنقول هنا القرة دي هدف او الهدف بس انا بالشكل ده انا شايفها ان هدف سليم حتى نشوف الخطوط اللي تم وعد ليه انها كانت موجودة في غرفة الفار بس ما ظهرتش هنا كانت في دقيقة اتنين وعشرين مخرج المباراة مع رشي معدهاش ليه مخرج المباراة مش عارف عدها ليه معدهاش ليه طبعا صعبة جدا على حكم المباراة انه يشوفها هنلاقي فيه شد من المدافع نادي المقولين بايد محمد شريف فيه شد حكم المباراة بعيدة عنه دي مش بتاعت حكم المباراة بس دي بتاعت حكم الفار حكم الفار كان لازم يجيب الكرة دي ويشوفها لأحمد الغندور ويقوله تعالى شوفها لا يمكن اي حكم في المباراة يعرف يشوف اللعبة دي محمد شريف جري عليه اعترض بس دي مسئولية كاملة لحكم الفار احنا زي ما طلعنا هنا المفروض في غرفة الفار يجيبها عشان فيه ضربة جزاء غير محتسبة للنادي الاهلي في ديئة 22 واعتمنى من المخرجين بعد كده يعيدوا الالعاب دي وحكام الفار لازم يبقى فيه اكبر اكتر تركيز وما فيش حاجة يا جماعة شدة في الجسم او مسكة في الجسم حد يطلع يقول لنا ضعيفة او مش ضعيفة بصولة ان احنا هنا حطينا منهج فاحنا جبنا اللي لينا واللي علينا في نفس اللقطة اللي قال فيها الخبير احمد الشناوي ان الكرة تسلل واضح كابتن سامير عثمان قال لا هي بالنسبة لي بندنج معلقة لحد ما شوف لان فيه كلام عن وضع النقاط وفيه صور اخرى وبميل ان هي لا الكرة هدف صحيح دول رأيين قدامكم مع بعض فيهم اختلاف انما اللي ما كانش فيه خلاف هو لا اختلاف ولا اراء خبر محتاجين نرجع لهم ان محمد شريف في ديئة 22 كان ليه ركل الجزاء انه ايضا ما استعرضنهاش كان فيه مخالفة لصالح النادي الاهلي قبلها كل دي حالات تخص النادي الاهلي النادي الاهلي بشكل واضح لم يستفد تحكميا خلال الست جوالات ونتحدى اي خبير تحكمي يقول ان النادي الاهلي استفاد خلال الست جوالات تحكميا ودي الردود اللي بتبين ان ما ينفعش استند لمغالطة النادي الاهلي في المركز الاول يبقى هو اللي استفاد تحكميا لان معانا اعتقد ده مش هينفع المباراة الحديدة المباراة الأهل والمقاولين لأنها انتهت واحد سفر فطبيعي جدا لما يكون فيه خطأ تحكيمي مؤثر ممكن يؤثر على نتيجة المباراة فتم استدعاء الأخطاء التحكمية وأعتقد عشان الكابتن سمير عصمان كان تعقيبه أن الكرة دي تسلل أن النقاط اللي تم وضعها من تقنية الفار اللي تم عرضها على الشاشة كانت نقاط موضوعها بشكل غير صحيح كنت أتمنى من الكابتن سمير عصمان أنه هو يعمل تقنية البيرو دي في القناة عنده ويعمل النقاط بشكل صحيح كان يكتشف من الوهلة الأولى أن الهدف صحيح لا جدالة فيه ولكن هو الخطأ اللي حصل من الصورة اللي تم عرضها على الشاشة هي اللي وصلت الكابتن سمير عصمان للوقوع في خطأ الحكم على قرى من وجهة نظر الخبراء التحكمين أنها هدف مالغي بداية تسلل قرار صحيح من حكام المباراة والأهم أن الكابتن عصمان فتاح كان له تصريح في اللقطة دي قال فيه أن هيتم معاقبة ومحاسبة إما مخرج المباراة أو مساعدين اللي موجودين في غرفة الفيديو على أساس أن الصورة اللي تم اتخاذ القرار عليها لم تعرض على الشاشة مين مخرج المباراة؟ اسأله حضراتكم مين مخرج المباراة؟ وبينتمي انتماء وتشجيعه لأي نادي لما بتحصل مباريات كبيرة بنيجي عند مخرج بينتمي للنادي الأهلي وبنقول كذا وكذا وكذا برغم أنه لم يفعل أي شيء في أي مباراة بتتم راجعتها لكن كابتن عصمان فتاح قال هيتم التحقيق في الأمر أن الصورة اللي تم اتخاذ القرار الصحيح عليها لم تعرض على الشاشة وبالتالي مباراة الأهلي والمقاولين هدف المقاولين ملغي بداية تسلل قرار سليم رقل الجزاء لم تحتسب لمحمد شريف في الدياة 22 كانت ممكن تؤثر في نتيجة المباراة بس في زيادة عدد الأهداف أو تفتح الفرصة للنادي الأهلي وبالتالي ثلاث نقاط للنادي الأهلي مستحقة ما فيش فيهم أي خطأ تحكيمي بقراء خبراء التحكيم وبراء الكابتن عصمان عبد الفتاح نفسه لكن في مباراة أخرى كانت محسومة للنادي الأهلي بشكل كبير جدا والنادي الأهلي قدم مباراة فلناية كبيرة جدا وقدر يفوز بربعية ولكن احنا قلنا مستوى النادي الأهلي ونتيجة النادي الأهلي مش هي المعيار في التعامل مع الأخطاء التحكمية كان فيه أخطاء تحكمية أخرى في مباراة الأهلي واسموحها نسمع فيديو بخبراء التحكيم ونرجع نعاق لا أنا شايفه هنا بتبقى للتصوير ده إن فيه إيد حارس مرمى مكان وضع الكاميرات يا كابتن سيف كان يخدمنا قوي في اللعبة دي هنا لموا على برة أنا شايف فيه إيد هاني سليمان خبطة رجل العيب النادي الأهلي بس ما عنديش اليقين والصورة الواضحة لتخليني أأكد بس فيه حاجة دي لو مش راكلة جزاء لازم تبقى سيميليشن لازم تبقى سيميليشن مشيش حاجة تانية كنت أتمنى حكم الفار يوقف اللعبة ويشوف القرى دي لأن قرى جدلية هقدر حرام أحكم أقول دي عليها راكلة جزاء وعدم وجود راكلة جزاء مع عدم وجود روحة إنما في الصورة دي فيها شك كبير راكلة جزاء محمود البنة صعب أن يشوف قرى زي دي كنت أتمنى حكم الفيديو يعني قرى حدوك أن القرى يضب الجزاء لنبلاش أنا شايف راكلة جزاء لأن فيه التلامس يد لا يمكن حكم المباراة يشوف دي لا يمكن لأننا جايبنا من الكاميرا لتعرف كنت أتمنى بتاع الفار هنجيله بقى في لعبة تانية برضو فيها برضو جدل كبير يعني شايف كان لازم محمود سوي نادي محمود البنة يوري لدي بنة ليه يمكن نشوف قرى زي دي حالة برضو اختبار داخل منطقة الجزاء لمحمود البنة محمود البنة نجح في الاختبار بنسبة 100% محمود البنة قريب أحسن من عين VAR أحسن من عين من أي حكم تاني فيديو هنا في احتكاك وفي لعبة بإهمال من لعيب نادي سموحة الناس هيقولوا حتى لو لعب كرة إيه لعب الكرة بس عندما تلعب الكرة برضو تلازم تحافظ على سلامة اللاعب شكل بالشكل ده بالأسلوب الداخل عليه دي ركر الجزاء تدخل غير مبرر برضو من حكم الفيديو ندا وفرجع الصورة أنا أسوس لعب كرة كنت أتمنى أن البنة يصمم على قراره عشان كارور الأولاني هو كان القرار السليم أعتقد واضحة جدا بتفوز بأربع أهداف ممكن كانوا يبقوا ستة ولكن أخطاء التحكيم متخال أخطاء التحكيم جاي من مين؟ من الكابتن محمود البنة اللي هو المفترض مصنف كحكم رقم واحد في حكام التحكيم المصري أو الحكام المصريين ولكن يعني حتى تقنية الفار الكابتن محمود دسوئي اللي هو يعني مواقف شهيرة معنا من الموسم الماضي في لغاء أهداف بداعي التسلل وهي مش تسلل ولكن حتى المبراء اللي بنفوز فيها بأداء تحكيم جايد بتتحرم من أنك تصل لنتيجة ستة واحد مثلا مع فريق سموحة أو أن أنت تزود حصيلة الأهداف فتدي ثقة أكبر لعبيك وكمان تنافس على مسابقة هداف الدوري وأشياء كتير جدا معنويا كنت تقدر تستفيد بها اتحرمت منها بأخطاء تحكيمية في وجود تقنية الفار اللي بنتكلم فيه ده ست جوالات نادي الأهلي حقق 18 نقطة عنده مبراطين تعرض لأخطاء تحكيمية المنافسين وعلى رأيي الفيديو اللي استعرضناه في الأول في الإزاعة لما تكلم عن فكرة فوجدان خمس نقاط بسبب الأخطاء التحكيم أعتقد كانت أخطاء التحكيم لصالحه ما كانتش ضده بقراء أيضا خبراء التحكيم